السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا لا يوم الخميس 25 نيسان إبريل القمر طبعا اليوم موجود في برج العقرب في ساعات المساء المتأخرة في عنا بداية خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة وحدة و 37 دقيقة من فجر يوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته هو الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و 11 دقيقة من صباح اليوم الخميس لينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج خلال هاي الفترة منكتسب من صفات برج العقرب أو من تأثيرات برج العقرب على جميع الأبراج فخلال هذا الوقت ما منعرف الحل الوسط في تصرفاتنا وفي علاقاتنا يعني يا من نكون أقصى اليمين يا أقصى اليسار يا من نحب يا من نكره يا من نتقرب يا من نبعد يا من نتواصل مع الغير يا من نقطع العلاقات ما في حل وسط وبيلعب الجنس دور مهيمن أو مهم جدا في حياتنا إحنا بحاجة إلى التحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة لأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فممكن هدولة يعني عند أي انتقاد أو عند أي كلمة أو عند أي مواجهة ينفجروا في وجه أي شخص بوجه لهم هذا الكلام يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو برضو فترة ممتازة لقراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم مثل استئجار أو شراء أو بيع عقر بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية فلكية رح نتحدث عنها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع من ناحية سلبية طبعا وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وبرضو بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و54 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا يعني النصابين والمحتالين أو اللي بيتلاعبوا بالعواطف تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين من نفقاتنا أو في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم أو التخمي بعد هاي الزاوية مباشرة في عنا حدث اللي هو انتهاء تراجع كوكب عطارد في برج الحمل اللي إلو من يوم واحد أربع بيتراجع طبعا رح ينهي تراجعه يرجع للحركة الأمامية ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة خمسة وأربع دقائق من بعد عصر يوم الأربعاء خمسة خمسة لينتقل بعديها لبرج الثور طبعا الحلقة الكاملة والتفاصيل صارت موجودة على القناة للراغبين بالاستماع لإلها والاستفادة من النصائح الموجودة فيها بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ طبعا هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وأربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبتزيد حساسيتنا شوي رومانسيتنا بتزيد وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية أو الروحانية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر السلبي اللي رح يبدأ الساعة 11 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الخميس ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة و37 دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً نهاية الفترة ممتازة اللي بدأ يعمل فحوصات أو تنظير أو مراجعات طبية وطبعاً أي شخص بيشعر بأعراض غير اعتيادية راجع الطبيب عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد البرستاتة عظم العانة والجينات هاي الأعضاء الأكثر حساسية باقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعاً خلو المسار القادم اللي رح يبدأ الساعة سبعة وثلاثين دقيقة من صباح يوم الأحد ورح يستمر خلو المسار القادم لغاية الساعة التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره سبعتاشر يوم حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش رح نبدأ باليوم الثمنتاش نسبة الإضاءة بتكون خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة خمستاش في المية القمر في العقرب حتى يوم ستة وعشرين أربعة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة خمستاش في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الحمل حتى يوم خمستاش خمسة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعة الظهر بس ينهي عملية التراجع بصير سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس الآن بنسبة 40% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 5% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيعطيكوا فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن بدكوا تحذروا من النصابين والمحتالين وما تقبلوا بوعود مش مقنعة يحاولوا تدققوا بالتفاصيل صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية وبرح يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء حاول أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ أو برضو في منكم رح ينشغل بمعاملة أو ملف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم ولكن القمر زي ما حكينا هم موجود مقابلك تماما فبدك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك وما تعرض لقاءاتك للفشل بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر طبعا بدك تصبر لآخر يوم لأنها أكثر أيام الشهر ضغطا عشان هيك بدك تحاذر من الخصام وما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك قوي وطباعك ما رح تكون هادئة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بدكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة ممكن ما ترتاح لبعض الأسير بعض الأمور أو تجد أنه عليك ضغط عمل عالي جدا فعشان هيك بدك تكون حكيم وتنجز الأعمال الضرورية والمهمة ورغم أنه عندك قدرة على إتمام بعض الأمور رغم كثافتها راعي ظروفك الصحية أيضا وبتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن الأحوال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا اليوم في فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز فعشان هيك بدك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من استغلال الفرص اليوم الأجواء جيدة دعمل إلك عاطفيا بشكل قوي وأيضا الحضوض بتدعمك الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مساعدتهم بمسألة ما أو يكون عندك مناسبة أو لقاء عائلة أهم مش أنه ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك وهو برضو في منك رح ينهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية في بعض كورح يكون قلقين أو يتذمروا لأقل إشارة اضبط أعصابك ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو المصريف العائلية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات بكل أنماعها حتى على المستوى التجاري مستوى الاهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات وهاء فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بعضكم ممكن يقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة وتكون لصالحه لأنه عندكم قدرة على الإقناع وعندكم قدرة عن التعبير عن رأيكم وعندكم قدرة على المفاوضة بجراءة بتتميزوا بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال أو على مكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي وبتتحسن عندكم المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسكم أهم مش إنك توظف أموالك بشكل حكيم فمنكم ممكن يحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أو حتى دعم مالي ولكن برضو منرجع من عيد النزاوية اللي ذكرناها في بداية الحلقة بتحذر من النصابين والمحتالين برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا اليوم أنتو عندكم نشاط أعلى من الأيام الماضية وعندكم حيوية عالية جدا وحتى بينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها نهدى عن من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي بالفعل أفضل أيام الشهر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم هذا بدك يتمشي بشكل روتيني لغاية الغد لا يوصل القمر عندك هذا آخر يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر فقط أنجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة ابعدوا عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أو ممكنك معني تتهور شوي فما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم اليوم اللقاءات والنشاطات الاجتماعية هي العالية واللي بإمكانك أنك تستغلها لإتمام كل الأعمال المهمة والضرورية قبل الغد قبل ما يوصل القمر لبيت متعبك فاليوم دك تبذل كل جهدك لحل كل المسائل العالقة أو إتمام كل الأمور المهمة لأنه في عندك يومين ونص تقريبا ضاغطين بوسعك اليوم تحقيق أمني بمساعدة صديق وهي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبرضو اللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جذارتهم وأن الرضا المسؤولين حافظوا على هدوكم حاولوا أنه يعني ما تعملوا مشاكل بسبب العصبية وردات الفعل هاي فترة مهمة وبتمتحنك فما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم التركيز على الاتصالات الخارجية والدراسة والدورات والتعليم والتحاور والنقاش فاليوم ممكن يصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو لتعزيز العلاقة مع الأحبة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كام أن هذا الوقت المناسب لتتلقى إشارة أو خبر سار هاي أجمل أيام الشهر بتكون الفترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورش جديدة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء